أستاذ أحمد، ونحن نتكلم على اهتمام شركة المتحدة لخدمات الألمية بقضايا المرأة طبعاً مهتمة بقضايا أخرى لكن فيه تركيز على قضايا المرأة المختلفة على مدار ثلاث سنين اللي فاتوا زي ما حضرتك تحدثت ده بكل تأكيد شايفت أنه كمان فيه ردود أفعال قوية من المجتمع عشان كده اهتمت زيادة وبشكل أكبر بقضايا المرأة لكن عايز أعرف من حضرك ونقل لأستاذ المشاهدين هذه المعايير المعايير اللي أقدر من خلالها أحدد أن هذا العمل ناجح وأقدر أبني عليه بعد كده أي عمل ناجح فيه عناصر جذب عناصر الجمهور ما بيروحش للمسلسل على أساس أن اسم النجمة والنجمة وخلاص هذا النجمة بيقدم إيه؟ القضية اللي بيحملها المسلسل وكيفية التعامل مع هذه القضية فيه عناصر أخرى على مستوى النظر العين اللي هو التمثيل عاملت زي الإخراج عاملت زي الصورة كل ده على جنب ولكن النجاح الأصلي لابد أن يكون عن طريق السينالي بدليل بعض الأعمال تلاقينا ضحكنا جدا جدا ومشينا مع المسلسل وكل حاجة خلص من هنا أنا نسيت اسم المسلسل ونسيت هو في سبيل أن أنت بتكري مثلا مسلسل من أربعين سنة زقابة جبل مثلا وناقش قضية على فكرة 30 سنة صحيح وناقش قضية برضو تعليم البنت وناقش قضية مهمة جدا في الصعيد وكانت قضية المرأة جوه هذا العمل صحيح خط درامي مهم جدا في صالح المرأة لكن مش هو الخط الرئيسي بس صحيح صحيح لكن هنا براعة محمد صفاء عامل الله يرحمه يرحم طبعا عمل عناصر الجذب كلها داخل هذا العمل